في محورنا الثاني قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده ستقوم باللازم في المكان والزمان المناسبين لوقف الهجمات في شمال سوريا بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية استدفى 16 عنصرا من الوحدات الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية تصريح أكار يضاف إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو والرئيس التركي تحمل تهديدات بتنفيذ تركيا ما هو مناسب لحماية نفسها بينما تتحدث وسائل إعلام تركية عن عملية تشمل أربع مناطق في شمال سوريا يبدو أن صبر تركيا على التهديدات الأمنية ضد مناطق نفوذها في سوريا وداخل حدودها بدأ ينفد فتسداد سخونة التهديدات بعملية عسكرية جديدة بعد مقتل اثنين من الشرطة التركية في ريف حلب ووجهت تركيا الاتهامات إلى قسد بالوقوف وراءها بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجل طيب أردوغان التي تحدث عن القشة التي قصمت ظهر البعير تصريحات أردوغان تبعتها أخرى لوزير الخارجية مولود جويش أغلو حمل فيها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حملهم مسؤولية الهجمات التي استهدفت القوات التركية في سوريا أما آخر تلك التصريحات فكانت لوزير الدفاع التركي خلوص أكار اليوم فقد أكد أن بلاده ستنفذ اللازم في المكان والزمان المناسبين لوقف الهجمات شمالي سوريا وسائل أعلام في تركيا ذهبت بعد تهديدات أردوغان ووزرائه الحديث عن عملية عسكرية في سوريا يمكن أن تنطلق في أي لحظة وتكشف جريدة تركيا أن الاستعدادات لعملية على خطوط من برج وتل تمر وعين عسى وتل رفع شمالي سوريا اكتملت وذلك نقلا عن قادة في الجيش الوطني أما ما نقلته الصحيفة فيتطابق مع حديث مماثل لمصادر أخرى في الجيش الوطني لتلفزيون سوريا سبق التطورات الأخيرة يشابه ارتفاع وتيرة التصريحات الجديدة بعملية عسكرية وحديث الإعلام التركي عنها ما يسبق العمليات التركية السابقة فهل يكتمل التشابه وتترجم التهديدات على الأرض أم تبقى في إطار التهديدات أهلا بكم معنا لمناقشة هذا المحور فراس فحام الباحث في مركز جسور للدراسات مباشرة من أنطاكيا أستاذ فراس بعد تصريحات خلوصي أكار هل يمكن القول بأن العملية العسكرية التركية باتت وشيكة ومسألة وقت فقط أستاذ فراس هل تسمعوني مساء الخير تحياتي لك والسادة المشاهدين يعني التصريحات التركية الأخيرة تدل على تصاعد مشاعر نعم أنا أسمعك لكن يبدو الصوت لا يصلك من عندي تفضل أستاذ فراس ألو نعم أستاذ فراس سأعودي السؤال بعد تصريحات خلوصي أكار هل باتت العملية العسكرية التركية مسألة وقت فقط مسألة خير تحياتي لك والسادة المشاهدين يعني يعني أنا أعتقد أن التصريحات التركية الأخيرة الصادرة عن وزير الدفاع تدل على تنامي مشاعر الغضب التركية وهي تأتي في الدرجة الأولى من باب تصعيد الضغط ومحاولة يعني إشعار الأطراف الأخرى وخاصة روسيا بأن الصبر التركي بات ينفض طبعا قد نشهد عمليات عسكرية تركية قريبة على الأراضي السورية ضد تنظيم قسد لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه العمليات العسكرية هي عمليات تقليدية بمعنى اجتياح بر يشارك فيه الجيش التركي إلى ما هناك من هذه الإجراءات التي حصلت في العمليات السابقة لأن العمليات السابقة في عملية نبع السلام وذرع الفرات وغصن الزيتون سبقها تفاهمات سياسية يبدو هذه التفاهمات السياسية غائبة اليوم في ضد الخلافات السياسية التي تسوق علاقة بين تركيا وروسيا من جهة أمرئيكا وتركيا من جهة أخرى بالتالي قد نكون أمام عمليات عسكرية غير نوعية قد نأتي على ذكرها وتفصيحها طيب أستاذ فراس في ظل سوء العلاقات الأمريكية التركية التي تظهر اليوم على الصف بالتفاهمات السياسية تفاهمات سياسية كل عملية حسب يبدو أن هناك تأخذ نعم أستاذ فراس أستاذ فراس أشرت إلى تفاهمات سياسية هذه التفاهمات السياسية بين أنقرة وبين واشنطن أم أنها بين أنقرة وروسيا خصوصا إذا ركزنا على سوء العلاقات التي بات يظهر على السطح بين واشنطن وبين أنقرة نعم في الحقيقة السوء هذه العلاقات هو مع الطرفين على العكس من ذلك هناك الآن نوع من بوادر التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا على حساب المصالح التركية وهذا الأمر تحديدا يبدو أنه هو الذي دفع تركيا لتلوح بالتحرك العسكري المنفرد في سوريا هناك حوار استراتيجي بين واشنطن وموسكو حول سوريا الطرفان الآن باتا يدعمان قسد بشكل واضح الدعم لقسد لا يقتصر على واشنطن إنما الآن دخلت موسكو على خط الدعم هناك صواريخ لربما مضادة للدروع بدأت تصل إلى قسد يتم خلالها استهداف عربات للجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة هناك أيضا انتشار للقوات الروسية في مناطق تابعة لقسد وبالتالي الآن هذه التفاهمات هناك تفاهمات حصلت سابقا في عملية ذرع الفرات وغصن الزيتون مع روسيا وفي نبع السلام حصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية ويبدو أن الأمرين متعذرين على تركيا لذلك قد تلجأ تركيا إلى عمليات جوية مثلا من خلال الطائرات المسيرة ضد مناطق الإمداد لقسد أو ضد مناطق حساسة أو تستهدف قيادات تابعة للتنظيم أو قد يكون هناك عمليات غير مباشرة تقوم بتنفيذها قوات الجيش الوطني السوري بدعم غير مباشر من أنقرة وتكون عن طريق على غرار عمليات خاطفة وعمليات محاولة سيطرة سريعة وفرض أمر واقع لكن أنا أستبعد في ظل الظروف والمعطيات الحالية أن يكون هناك عمليات بتفاهمات كما تم في الفترة السابقة إلا إذا شهدنا تجدد المفاوضات بين أنقرة وموسكو على وجه التحديد وعودة الجانبين إلى الحديث عن تنفيذ الالتزامات السابقة وهنا قد نشهد مرحلة جديدة في سوريا تتضمن عودة تنفيذ التفاهمات المجمدة منذ عام 2019 نعم أستاذ فراس لكن المواقع التركية وصحف تركية تتحدث عن أهداف سيستهدفها الجيش التركي في حال حصول العملية العسكرية ألا تعتبر هذه مؤشرات فعلا على نية حقيقية تركية لإجراء هذه العملية نعم أنا لم أستبعد فرضية العملية العسكرية لكن مفهوم العملية العسكرية هو مفهوم واسع بمعنى أن لا يقصد به فقط الاجتياح البري من قبل الجيش التركي بذاته وهذا ما أشار له الرئيس التركي أردوغان بنفسه عندما قال أننا سنقوم باللازم إما عن طريق قواتنا أو القوى الفاعلة هناك ويقصد بالقوى الفاعلة بالتأكيد قوات الجيش الوطني السوري التي تقدم أنقرة الدعم لها ونفذت معها عمليات مشتركة أيضا هناك الخيار الآخر والذي تقوم به تركيا بشكل تلقائي من فترة إلى أخرى وهو الضربات النوعية الجوية هذه الضربات النوعية تستهدف قادة مؤثرين في المجلس العسكري التابع لقصد وتستهدف أيضا مستودعات وإمدادات وقد نشهد تكثيف لهذه الضربات ضربات عن طريق الطائرات المسيرة وهذا أمر في نهاية المطاف قد يكون هدفه دفع الأطراف الدولية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفاهم على مستقبل المنطقة ماذا لو صعدت قصد من استهدافها للمناطق التركية سواء في الداخل التركي كما حدث في غازي عمتاب أو حتى لنقاط عسكرية تركية منتشرة في سوريا في الشمال السوري يعني أنا أتوقع أن يكون الرد كما قلنا هو سيكون رد عسكري تركي بطبيعة الحال رد عسكري غير نوعي لكن أيضا يجب أن ننتبه إلى نقطة أن قصد لا تستطيع الذهاب إلى التصعيد إلى المال نهاية مع القوات التركية لأن هذا التصعيد في نهاية المطاف هو محكوم بالضوء الأخضر الروسي وروسيا بالتأكيد لا تريد أن تذهب بعيدا في استعداء تركيا لكن هي محاولات للضغط على أنقرة من أجل تحريك التفاهمات الخاصة بإدلب في حين أن أنقرة أيضا جمدت تفاهمات إدلب لأنها تريد من موسكو أن تنفذ تعهداتها حيال شمال شرق سوريا والشريط الحدودية وأبعاد قصد بعمق 30 كم لكن كما قلت أعتقد أن تركيا ستقوم برد من نوع معين والمرجح هو ضرب رؤوس في قيادة قصد وقيادة بيكيكي وهذا ما فعلته في وقت سابق وستفعله بشكل مستمر سواء عن طريق عمليات اغتيال أو عمليات أمنية أو عمليات عن طريق الجو إذن الأيام القادمة ستكشف حدود الرد التركي الباحث في مركز جسور للدراسات من أنطاكيا أستاذ فراس فحام شكرا جزيلا لك وجهدنا فاصل ونعود لمحورنا الأخير في سوريا اليوم